مصر والجهود المتوصلة لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء العصارات والأزمات التي يعاني منها قطاع غزة سواء على المستوى الإنساني أو على مستوى التصعيد الإسرائيلي المستمر والمستفز للمجتمع الدولي والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط مصر حذرت أكثر من مرة بأن تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط وتصاعد الأزمة الإسرائيلية وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من صلف وتعنت في سواء مصار مفاوضات أو وقف إطلاق النار أو حتى إعادة المحتجزين سيوسع دائرة الصراع ويجعل المنطقة برمتها في منطقة قطر لا يستطيع أحد أن يكبح جماحه مفاوضات استمرت سلاسية ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرة والمحتجزين بين الجانبين لكن هذه المرة وزير الخارجية الأمريكي أنتري بلانكين في منطقة الشرق الأوسط يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي بدوره يماطل فيما هو قادم من وقف لإطلاق النار ويقول أن المحتجزين على قدر الاستطاع يعودوا ممن هم أحياء على الأرض سد الفجوات ده اللي أكدت عليه مصر في هذه الفترة ويجب أن تسير المفاوضات إلى الأمام ووقف إطلاق النار يجب أن ينفذ على الأرض على أي حال الموضوع بتشبيكاته وتعقيداته ومطالب حركة حماس من جانب ومطالب الجانب الإسرائيلي من جانب وكيفية التفاوض ما بين الجانبين سيحدثنا عنها الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم الأصص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع لما ورناه النهاردة في الساديو صباح الخريم في البداية تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط يقول فيها أن هذه المحادثات قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء النزاع المستمر ما بين حركة حماس وإسرائيل ماذا يعني بكلمة الفرصة الأخيرة؟ هي فرصة أعتقد أنه أنتوني بلينكين النهاردة دي الجولة التسعة منذ سبع أكتوبر جولات سابقة كان بيحمل فيها رسائل لأطراف إقليمية أو أطراف موجودة هذه المرة الزيارة بتأتي هو كانت مقرر لها الأسبوع الماضي ثم تم تأجيلها حتى جلسات الدوحة ثم بعد ذلك سيكون فيه جلسات في القاهرة والحقيقة أنه الجو العام أو الوضع العام فعلا بلينكين بيراهن أنه يساند الرئيس بايدن الحقيقة أنه الرئيس بايدن هو الرئيس الأمريكي الوحيد اللي عجز خلال أكتر من عشر شهور على أنه يوقف جولة من الحرب لأنه دائما الحقيقة أول مرة بعد سبع أكتوبر تمتد الحرب ما حدش كان يتوقع دائما كان هناك افتراض بأن الاحتلال لا يستطيع أن يحارب أكتر من شهر أو شهرين ودائما كان بيبقى الأرقام والأعداد قليلة لكن رد الفعل الحقيقة الإسرائيلي الانتقامي على ما جرى في سبع أكتوبر لأن سبع أكتوبر كان يعتبر ضربة قوية وبالتالي فنتينياهو كانوا يحاول إنقاذ كرامة دولة الإسرائيلية وأجهزتها اللي تم اختراقها وبالتالي فهنا الحقيقة الأمر يدخل فعلا في سياق شديد التعقيد ولن عدد كبير جدا يتجاوز الأربعين ألف من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء دمار كامل لغزة والآن هناك حصل قبل ذلك الهدنة الوحيدة تمت باقتراح مصري في بداية الحرب ثم بعد ذلك لم يحدث طلاقي حصل جلسات مختلفة سواء القاهرة، الدوحة، فرنسا، أطراف مختلفة الولايات المتحدة حتى الرئيس الأمريكي بايدن في نهاية ما يقدم اقتراحه ودخل مجلس الأمن وصدر بقرار ومع ذلك لم تنفذه إسرائيل بالرغم من أن الرئيس بايدن نفسه كان يقول أنها مقترحات إسرائيلية وعشان كده يمكن بلينكين بيضغط في هذا الأمر هو ذهب إلى إسرائيل وقبل الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء نتنياهو نتنياهو يقول له أن الكرة الآن في ملعب حماس ويجب أن تضغط الولايات المتحدة على حماس حركة حماس طلعت بيان قالت فيه أن هي استجابت على مدى الشهور اللي فاتت لكل المقترحات والأسطى وأنه في تعنت إسرائيلي طب هنا الخلاف على فين يعني هو نتنياهو يطلب بإيه وحماس بطرف والمقترحات الإسرائيلية يعني الموقف الإسرائيلي مبكرا جدا حتى بعد مجلس الأمن الأخير كان أنه يجب أنه تتوقف القضاء على حماس طبعا ده هدف طبعا لم يتحقق بالنسبة لنتنياهو وأنه القضاء على حركة حماس وأنه ما يبقاش في وقف إطلاق نار المقترحات الأخيرة أنه ما يكتمش انسحاب من الممرات والمحاور زي رفح الفلسطينية أو فيلاديلفل ولكن تخفيف القوات الإسرائيلية وعدم وجود وقف لإطلاق النار وأنه وقف إطلاق النار النهاية تم بعد المفاوضات وبعد تسليم المحتجزين ثم الأسرة وإبعاد عدد من الأسرة ده اللي معلن حتى وقفات المماطلة دي هتستمر بالتأكيد التصرف هيكون سيء بالتأكيد أنا بتصور يعني ممكن ده يبقى يمكن أتصور أنه المواضع الشديد الصعوبة وأنه حركة حماس بالفعل في موقف صعب لأنه هم بيرفضوا أو بيروا أنه فيه مماطلة شديدة إسرائيلية لكن مثلا على سبيل المثال إحنا هناك مجال للسياسة بمعنى أنه دائما التفاوض بيبدأ بوقف الجوالات الحرب يعني في حماس لها مطالب مثلا أنه الطائرات المسيارة طائرات اللي بتراقب الأجواء في غزة تتوقف فترة ما بعد وقف إطلاق النار يعني الحقيقة أنه الوضع شديد الصعوبة بلينكين بيحمل يعني أغلب المطالب فعلا تنحز إلى الجانب الاحتلال لكن أعتقد أنه فيه فرصة للسياسة بمعنى أنه دائما التفاوض بيبدأ عند نقطة وينتهي عند نقطة أخرى يتطور طب إيه الجديد اللي ممكن يضيفه بلينكين اللي النهار ده إحنا بنرى أنه نتنياهو طول استمرار الحرب هو استمرار لنتنياهو دائما قبل الحرب كان يقول أن نتنياهو ومستقبله بينتهي على اعتبار أنه في قضايا فساد وقضايا مختلفة وأنه بيختفي في الحرب وبيهرب إلى الأمام اللعبة السياسية قبول وقف إطلاق النار قد يعطي فرصة لإزاحة هذه الحكومة بالمتطرفين اللي الحقيقة برضو دخلوا إسرائيل في صراع وفي صدام وفي حرب أرى رجعت العمليات والعمليات الانتحرية والعمليات الاستشهادية أصبحت النهارة موجودة زي عملية تل قبيب صحيح حتى إيران يعني نتكلم بوضوح في السياسة أنا أعتقد أنه إيران مثلا أكتر من أسبوعين وما ردتش على اغتيال هنية بالعكس تم تسريب يعني نيويورك تايمز نشر التقرير أنه إيران بتتخذ موقف تكتيكي لتتيح فرصة لوقفة لقنار حتى إيران اللي هي الطرف اللي كانت ظاهر أو كانت تدير حرب بالوكالة في بداية ستة سبعة أكتوبر أعتقد النهاردة بقت راغبة عدم لديها رغبة في أنها لا تطور هذه الحرب ولا تدخل يبقى الدول حزب الله فؤاد شكر أو إسماعيل هنية اللي هتيله أكتر من أسبوعين ولم يتم الرد ممكن إيران تكون وضع في اعتبارها أنها بتعطي فرصة لأنه في اتصالات من الدوحة والطلاع إيران وطهران على تفاصيل ما جرى في الدوحة وبالتالي هنا الحل هنا السياسة بمعنى أنه الحرب السياسة جزء من الحرب والمواجهات العسكرية هي جزء من الصراع وليست كل الصراع بالعكس الحرب في التفاوض وفي السياسة وفي غيره إلى أي مدى يمكن تحديد الأرباح والخسائر لهذه المواجهة الضخمة حتى الدخلية في الشرع الإسرائيلي والدخل الإسرائيلي برفض سياسية نتنياهو أو الأزمات اللي بيعاني منها الحكومة الإسرائيلية إلا أنها لم تشكل ورقة الضغط الكافية في هذه المرحلة بالتأكيد نتنياهو بيسوق لنجاحه من خلال عمليات نوعية يقوم بها ضد حزب الله أو ما قبل ذلك في إيران أو حتى في غزة وبيوصل القصف والحقيقة أنه عشان كده احنا بنقول أنه وقف إطلاق النار سيكون فرصة لمحاكمة نتنياهو دوليا حكامة العدل الدولية حكامة الجنائيات الدولية حجم التعاطف الدولي أو المجتمعات الدولية حتى في أوروبا حتى في الولايات المتحدة مع القضايا الفلسطينية خلى القضية في الواجهة قد نقول أن هذه إحدى ميزات مأساة زي حرب اللي بدأ من 7 أكتوبر لأنه الحقيقة أنه أي حد بيحسب نتائج على الأرض لحازي الحرب لا يستطيع أنه يقول أنه أي طرف كسب من هذا الأمر اللي خسر في الحقيقة هم غزة والفلسطينيين حتى الدول اللي تعرضت لضربات مباشرة لهم تدخل في حرب وإيران أعلنت أنها ليس لديها رغبة في توسيع هذا الصراع بالعكس يعني ده بيدي انتباع أنه حتى الدول اللي كانت بتزايد على دول زي مصر أو غيره مصر كانت الحقيقة عندها وجهة نظر أنه بتخوض حروب دبلوماسية وحروب سياسية ضد التصفية وضد التهجير وتدعم فكرة وقف هذه الحرب العدوانية بشكل حاسم لأنها هي هذه الحرب الحقيقة هي حرب ليست حرب إسرائيل والفلسطينيين لكنها هي الحرب على غزة وحرب إبادة حقيقية حتى بشهادة المحكمة العدل الدولية وبالتالي ربما يكون هناك قد يرى البعض أنه في موقف ضعيف لحماس أو الفصائل لكن هناك نقاط قوة يمكن البناء عليها بمعنى أنه وحدة الفصائل الفلسطينية النهاردة وده الجزء اللي دايما بترعاه مصر حتى في يوليو قبل اندلاع الحرب كانت مصر بتدعم فكرة وحدة الفصائل لأنه ضمن شروط الاحتلال لأنه إدارة المعابر وغيره تدار من السلطة الفلسطينية كويس من حضرتك ذكرت القصة دي مبارح يعني مصر أكدت بشكل قاطع أن محور فلادلفيا لابد أن تخرج منه أو تنسحب منه القوات الإسرائيلية وأن تنسحب أيضا من معبر رفح ومازال الجانب الإسرائيلي بيؤمن هذا المكان على اعتبار أنه أحد النقاط التماس ما بين حركة حماس تقديرك لهذا الموقف وتقديرك للموقف المصري فيما يتعلق الموقف المصري حاسم جدا في الموضوع وعشان كده حتى بعض الناس مش وقت بالها أنه مصري رفضت أنه معمر رفح في فضل المفتوح منذ 7 أكتوبر لحد ما حصل احتلال في هذه الحالة مصري رفضت التعامل مع الاحتلال بدأ بعد كده بقى اسقاط المساعدات من الجواب اسقاط المساعدات أو الدخول من ممرات أخرى غير ممر رفح ويمكن بعض الدول العربية احنا عارفين أنه العريش كانت مقر لمساعدات ومستشفيات وغيره بعض الدول العربية يمكن حتى جزائر وغيره عاوزين يدخلوا وإنه منتظرين الموقف ده ومصر حاسمة في الموضوع ده مصر كمان الحقيقة موقفة مصر لديها قدرة احترافية على التعامل مع القضية يعني هي بصراحة الأكثر فهما للقضية الفلسطينية والأكثر فهما للعقلية الإسرائيلية بدليل أن مصر تعرضت لابتزاد إسرائيلي أكثر من مرة لشائعات إسرائيلية عن أنفاء وأسلحة يحاولوا يلاقوا شماعة ولم يستطيعوا أن يفعلوا ده هناك تقارير كثيرة يقولون أن مصر خرقت اتفاقات السلام وحاتت قوات فيه وأنها بتحشد قواتها وأنها لديها قوات آه ده صحيح مصر منحزب قدرة الفلسطينية طبعا لكن الحقيقة مصر في الوساطة بتلعب دور واضح جدا هي تدعم القدرة الفلسطينية طبعا ولكن هي تقدر تقدم للأطراف المختلفة أوراق نتنياهو بطياره المتطرف النهاردة بيمسل عسرة شديدة يمكن حل وقف إطلاق النهار سياسيا إذا حماس لها لأن الجنب الإسرائيلي الحياة بيلبعه بسياسة بيبتز الولايات المتحدة في فترة التنتخبات لديه اتصالات مع الجوانب الغربية بيصدر صورة غريبة نتنياهو بيصدر صورة أن إسرائيل بتتعرض للضرب وإلا تعرضت للاعتداء وإن العالم إحنا في محيط عدائي يعني إسرائيل دائما بتضرب وتقتل الفلسطينيين وهي تصرخ وتشكو من الظلم اللي هي المظلومية دائما بينما الحقيقة أنه في أطراف عندنا بتهدد وهي تتعلقها الضربات يعني ده جزء مهم قوي عشان كده دائما أنا بنقول مصر بتتعرض لابتزاز إسرائيلي وضغوط واتهامات لأنهم عارفين أن مصر بتدير الأمر باحترافية أكتر من حرب بتاخدها مصر حرب دبلوماسية حرب سياسية إحنا عندنا تأثيرات اقتصادية شديدة جدا ما حدث في البحر الأحمر وفي غيره بشكل كبير وده جاية غزة بعد روسيا وأوكرانيا وغيره ومع ذلك مصر كانت أكتر دولة بتدخل مساعدات وحريصة على ده ففكرة القبول الوضع صعب وهي قد تكون فرصة بلينكين في جولته التاسعة لأنه الحقيقة أنه الاحتلال الإسرائيلي بيجيد لابتزاز السياسي في الانتخابات بالإضافة إلى أنه فترة الانتخابات فترة ارتباك ألاحظت أنه حتى نتنياهو زادة وابتزة وضغط على بايدن في وقت وقت واتهموا أنه منعنحاز للأعداء أو غيره فهين احنا فرصة إلى أي مدى تكون الفصائل الفلسطينية استنادا لموقف عربي بالمناسبة يعني فيه دعم للفصائل الفلسطينية والقادال الفلسطينية العربية بدون ما ندخل في التصادمات لأنه السوشال ميديا أو كتير من التفاصيل بدل ما بيبدأوا يجمعوا الفصائل أو يجمعوا نفسهم بتبدأ هجمات وانتقادات ومزايدات على بعض الأطراف العربية طيب أستاذ أكرم خلينا نبدأ من التعبير اللي استخدم في البيان السلاسي المصري القطري الأمريكي سد الفجوات كيف تسد الفجوات الآن سد الفجوات بمعنى تقريب المسافة بين المطالب الإسرائيلية ومطالب حركة حماس الحقيقة أنه هذا النوع من الأمر ده أنا هقوله انتلاقا من فكرة التحليل مش المعلومات فقط أنه بعد الأطراف قد ترى أنه قبول حماس دي هذه لوقف إطلاق المر نوع من التراجع الحقيقة أنه بالعكس ده وقف لي نزيف الدم الفلسطيني على مدى الشهور الممتد ده الأمر التاني أنه وقف هذا وقف الحرب يدي فرصة أكتر لمحاسبة حكومة نتنياهو من ناحية لتعاطف دولي من ناحية تانية القضاء الفلسطينية لتوحيد الفصائل الفلسطينية دي نقطة نقطة التانية أنه الفجوات طبيعي نتنياهو بيقول إيه اضغطوا على حماس وبلينكين نفس الشيء أنه دي الفرصة الأخيرة يعني تعبير الفرصة الأخيرة هو من بلينكين ولكن إذا حماس نفسها شايفة أنه الأطراف زي إيران وزي حزب الله وغيره تحرص على أنها لا تعلن أنها ستدخل في مواجهة ممتدة وبالتالي فياجب قبول هذا الأمر قد يكون القبول تيك تيكي لأنه أنا بقبل بحيث أن أنا أخذ مساحة أكبر لأن أنا أتفاهم أو أخذ شروط بعد ذلك أولا يعني حتى داخل إسرائيل نفسه وبقاء الاحتلال أنه هو لن ينسحب من غزة وقال هو ده خسائر على الجنب الإسرائيلي وأعتقد أنه في أطراف عسكريين سابقين وغيره بيقولوا أنه إدارة غزة من قبل الاحتلال ده أولا تكلفة مادية وتكلفة بشرية وقوات مسلحة وطوارئ الأمر الآخر هو أنه يجب حساب المكاسب التي تأتي من توقف هذه الحرب لأن نتنياهو يتقوت على الحرب بيعيش على هذه الحرب بيهرب إلى الأمام عنده قضايا وعنده مشاكل قد يكون إزاحة هذا الطيار المتطرف دائما كان هناك يعني كنا دايما نقول أو في طيار يقول أنه ما فيش فرق بين السقور والحماء نعرض الأكثر تطرفا هم اللي في إسرائيل نتيجة الحقيقة برضو هم بيصدروا أنه فيه تهديدات وجودية وغيره دايما معسكرات السلام بتولت في إسرائيل بعد ما يبقى في حروب ممكن هذه الحرب ثم تقولوا عمرهم بيصدروا صورة أنهم مهددين فبالتالي بيدفع عن نفسهم السغرات هو المسافة بين مطالب الجانب الإسرائيلي ومطالب حركة حماس لكن في التحليل النهاي سياسيا أعتقد أنه حركة حماس قد تكسب طبعا بعض الناس بتتساءل طب ما هو بعد كده يحسبوها وكان ليه اللي موجود لأنه إحنا عاوزين نرجع لمقبل 7 أكتوبر كل ده ماضي أعتقد أنه الحل هو أن تبدأ على الأرض الآن الطائرات المختلفة وأن تكون القيادة الجديدة في حماس قادرة على تجميع الفصائل الفلسطينية لأنه لا بديل على أنه وده وجهة النظر المصرية دائما وحدة الفصائل الفلسطينية وأن يذهب الفلسطينيون معا لا يخطوط لأنه أصبحت يعني جزء من المميزات البسيطة لهذه الحرب الإبادة هو عودة القضاء الفلسطينية إلى الوجهة دائما الفلسطينيون كانوا بيكسبوا في الانتفاضات السلمية أكثر ما كانوا بيكسبوا في المواجهات العسكرية انتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وأسلو وودي عربة وكل الاتفاقات جاءت بعد انتفاضات سياسية كبيرة ما كانش بيسقط فيها كل هذا الرقم آخر حرب أو مواجهة جولة من بين إسرائيل واعتداء على غازة كان فيه 500 شهيد مهاردة نحن نتكلم في ربعين ألف تتوقع في الساعات القادمة أو في اللحظات القادمة لأن فيه وفد من المفاوضات هيكون مستمر في مصر فيه وفد هو في قطر فيه لقاءات واتصالات بين الزعماء في قطر وفي مصر وقطر والولايات المتحدة فيه اتصالات بين رئيس بايدن قبل ذلك مع الرئيس عبدالتح السيسي ومع أمير قطر قد يكون لقاءات بين في القاهرة بين قيادات في مصر وقطر فيه جولة في القاهرة كل ده زي ما أنت النقطة اللي بتقوليها اللي هو سد الفجوات أو الصغارات بالشكل اللي يكون فيه دائما التفاوض عمره ما حد بيحصل على كل المطالب لكن أنا بتصور بتصور أن وقف الحرب سيكون انتصار للفلسطينيين على الأقل في مواجهة حرب إبادة طالت بشكل يعني دائما إحنا كنا بنقول كان فيه افتراض أن الحرب بتستمر الشهر أو شهرين النهاردة تقترب من السنة ده سؤال فده مرضي تحول في شكل الحرب صحيح إحنا بنقترب من سنة زي ما أحراك قلت يعني أكثر من عشر شهور بالتحديد والكل خاسر في هذه الحرب إسرائيل خسرت اقتصاديا العديد من الشركات أغلقت بورصاتها تهاوت التهديد النهاردة بيصل للمدن بتاعتها جيشها دخل في أو غرست أقدامه في حرب لا يستطيع حتى الآن الخروج منها على الجانب الآخر حركة حماس كل ما رهنت عليه هو احتفاظ بالأسرة الآن أصبح أملها الوحيد لإنهاء الحرب هو إعطاء كل هذه الأسرة بعدما كان ورق التفاوض إذن الكل خاسر في هذه الحرب إسرائيل تخسر بشكل قوي جدا وكبير جدا وحماس تخسر بشكل قوي وكبير جدا تقييمك لهذا الأمر ده كلام مهم جدا لأنه الحقيقة النظر لأنه الخسائر الإسرائيلية يعني نتنياهو برغم أنه دايما بقول أنه يهرب إلى الأمام بعمليات نوعية واغذيالات نتنياهو في البداية حدد أهداف واضحة القضاء على الحماس ولم يقضي على المقاومة ولم يقضي على الحماس استعادت المحتجزين بالحرب ولم يفعل ذلك فبالتالي هو العمليات النوعية والاغذيالات وبيسب التفوق إسرائيلي وده يمكن الحديث عنه لكن في حساب الخسائر الاقتصادية إسرائيل ما بتحسبش أول الخسائر الاقتصادية أو هو يضحي بالخسائر الاقتصادية لأنه الولايات المتحدة بترعى هذا الأمر لكن في خسائر اقتصادية ضخمة في خسائر نفسية وخسائر اجتماعية داخل الإسرائيل ربما تولد هذا الأمر وبالتالي نفس الأمر فيما يتعلق بحماس بس دايما إحنا في الحروب وفي النتائج لا أحد يستطيع نحسن النتائج الآن على الأرض لأنه كل الأطراف خسيرة طبعا بس الخسارة الحقيقية الحقيقة هم أشقانة في غزة 40 ألف قطيع وعدد كبير لأول مرة مدارس ومستشفات وأحياء سكنية كانت بالكاد نحن فاكرين في 21 مصر في 22 قررت 500 مليون دولار وأقامت بعض الأحياء وغيره النهاردة دي فيها جزء منها قد يكون تعرض اللي يهدم لإضافة إلى كميات كبيرة أو مبالغ كبيرة من المساعدات وغيره فإدارة الأمر تحتاج إلى كثير من السياسة وإنه ما بنحسبهاش بالمزايدات وبالكلام التهديدات ولكن نقدر إنه الخسارة الاقتصادية الإسرائيل خسرت كتير قد يحصل تغير في هذا المجتمع فيه تحول كبير في هذا الحرب شكلا وموضوعا نستفيد منه بشكل براجماتي لأن السياسة فيها جزء براجماتي في النهاية التكتيك والاستراتيجية حتى الدول اللي تعرضت لعدوان مباشر زي إيران أو غيره لم تدخل في الحرب المواجهة إزاي أنت كنت عايزين أطراف أخرى ودي كانت وجهة النظر المصرية إنه ما تدخلوش في الاستفزازات واحرص على إنه هدفك الرئيسي حل الدولتين ونضغط في هذا الأمر بشكل كبير شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع حدثنا بالتفصيل عن المواقف المتباينة ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي فيما تعلق بمفاوضات القاهرة والدوحة أنتوني بلينكين في جولة شرق أوسطية يقوم بها من أجل رأب الصدع يقول إنها محادثات الفرصة الأخيرة وأعتقد أن الأيام أو الساعات القادمة ستشف الكثير حول هذا الأمر شكرا لك براتنا شكرا لك